اهلا معكم بغضة اخرى في برنامج البرنامج الحقيقة احنا في احداث الاسبوع اللي فات كانت هناك دعاوة لنزول المواطنين الشرفاء بجانب الجيش ولمزيد من التوضيح معنا احد المواطنين المعلم زلطة اهلا بحضرتك وعليكم السلام وبركاته وعليكم السلام وبركاته وحضرت بصفتك احد المواطنين لا انا من المواطنين بس انا من المواطنين الصرفاء انا ماي يفع profound بين المواطنين بس من المواطنين الشرفاء مايس عافعهمك انت مت فاهم مايس عافعهمك وامر الى الله المواطنين الصرفاء دول زي ما السيخة مجدى ماسيجت قيれて عم parte Rita так وخفصوا القرآن هي صريفة ماسيج وقالت لك ان سيدنا مبارك ماسيج من الاسراف رئيس مبارك شريف وجده كانت بتوضح رئيس لالنس يعنيta شريف جده سيدنا النبي الكريم هو من زرية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عزو السلام هو من زرية احنا بقى احنا ولده سيد سيدات الرئيس ربنا بارك له رب ورجعهن حسن كده احنا صرفة زيه فانتوا كده من المواطنين الصرفاء اه احنا صرفاء الصرفاء اه تمام طب احكلمنا حضرتك ايه شعور المواطن ايه شعور المواطن الشرفاء بالنسبة للي حصل اللي زبا ده اللي حصل اللي زبا ده احنا فرحانين ومسحف احنا مصدقين حقا كل الناس فرحانوا وبترقص في السارع ومبسوطة واتستهلوا اللي حصل لهم يعني معلش مين اللي حصل لهم هم هم ترقعوا ماذي وكانوا فاكرين اني في صورة ماذي اللي بيقول عليها دي ويقول لك احنا كنتوا بتغسون قبل كده احنا هوا وترقعوا لهم حدثك تتكلم على ايه بالضبط على انبي والزمالك مين؟ انبي انبي طرق على الزمالك الاسبوع ده موته غلبه تنين حدثك انا ما بتكلمش على الموضوع ده خالص اقول ايه انا بقصي على احداث مسبيرو زيادتك مسبيرو ايه بسفاهم شعورك امواطن شريف اه انا اللي حصل في احداث مسبيرو مسبيرو ايه بصي بقى احنا ايه انا كنت قاعدة في القهوة لقيت التلفزيون القانون الاولى الموضيع بيقولك ايه الحقوا الناس الاباط جم مصر وبيضربوا في الجيس مسبيرو بموتوهم ولازم نلحقهم مسبيرو وعلك ان هما موته تلاتة وتقريبا نصفهم السباك عشان هما كانوا تحت وبنصفهم بلقونا لقاهم فجيئة لنا والموضيع برضو تلعب بعد كده وقالت وعالت وعالت انه 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 في ناس انه في ناس مسي موت بتاع ثلاثة يعني ان هما ميتوا والموضيع موتت واحد بس وكان في بتاع جاء الكلام عارف انت مسي فيه كلام اه مشيط الاخبار اه هو هو صريت ده اه مسي كان اي القيدة برضو ان فيه فيه هو كمان موت كام صريت لا ما قال ليس يعني مسي عارف انا نصف الموضيع عارف اقارة كويس طب حضرتك انت نزلت يعني هل انت نزلت عشان تساند الجيش وكده ايه نزلت عشان تساند الجيش اه ما طبعا مسي الجيش بتاعنا اه طبعا ما لازم ننزل نقف معايا تمام واحنا والجيش ايد واحدة تمام وربنا خليهون يا رب وسط المسير طب حضرتك انت لحت انقصت الجيش ولا عملت ايه بالزبط احنا ايه انا بلا ما وصلت كان الدم كان فيه كان فيه تلطصة وكان فيه غباوة وكان فيه ما لقيت فيه ناس من الجيش زعلوا زعلوا وتسرقوا منهم البتاع هناك مسي بس احنا هنجيبها انصاء الله او او ايه انا مسعرفة فاهمك عسان النور هناك عمالي ننور ويت في كل سوية مسي فاهم انا في بتاع الحمرة لي طيب حضرتك انت لقيت يعني لوحت هناك بهدف ايه هل انت كنت عايز حاجة من هناك يعني انت كنت عايز تعمل حاجة عايز اصند اقاف مع الجلس بتاعنا مسي وبعد ما اقاف معاهم وابقى تمام وقالك انت مال موقع فاهم يصبطوني بقى ازاي يدوني نجوم حطوه على كتفي اه روت بقى روت بقى هيا دي انا واحد قالهالي حضرتك انت يعني هل انت شفت اي ضحايا من الجيش او المتظهرين او ايه المتظهرين مفيس حد مات ازاي مفيس حد مات مفيس حد مات خالص اللي مات كلهم العساكر معلش بس يعني مين اللي قالك ان محدش من التلفزيون التلفزيون بتاعنا اللي مفيس حد مات طب انا التلفزيون وبقولك ان في ضحايا وقع من المتظهرين يا سلام انت هنا فين احنا هنا فين في 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 دي فين دي يعني في مس في ستاكتوبر اصتاكتوبر ماشي والتلفزيون فين في مسبير ماشي هم كانوا تحت التلفزيون المصري انت هتشوف احسن من اللي في التلفزيون لا لا ما انت عايس انت بتستم طول عمرك انا سوفتك انا جيت عايس انت عارف انت بتستم انا جايل اقوم سعسيبك اصنعك بره طيب معلش انت انت لسه بتصدق التلفزيون لغاية دلوقتي بعد اللي حصل في يناير وكده ايه ماشي قول تاني ايه يعني التلفزيون لسه انت بتفجع التلفزيون وبتصدقه بعد كل اللي حنش انا طول عمره بصدق التلفزيون ومن قامت ثورة ماشي اللي انتو بتسموها ثورة هي كتب كان فوتو صب احنا عارفين انا سمعته استاذ عمرو بيقول لي الفوتو صب ماشي طول عمره كان بجد ما عمره مسكدب ماشي والايرانيين اللي هم طبعكو تمام معالي بزرق هل انت شايف او عرفت ان فيه مضلعات تتسرقت انا سمعت ان فيه تقلبه في مضلعه ماشي بس انا قلت واحد على كدف حابيات كتير كده انا نساء الله هبقى اقوله اجيب لي منهم سويا قلت له لو عايزين ان نخلص من البتاعه دي ونجيب الواد انا عارف الواد بس مش عايز اقولها عليها حسن هو يعني هو كان ينسغل مع الدكتور ماشي عندنا ودلوقت بعدما الدكتور المحبوس هو ماشي لقى يقول عيس فقالك اخدها فانا فهم دماغة سكة الواد ده هتروع على فين هتلاقي اخدها ويطلع على الحلفيين ماشي يقطعها ويباحها هناك او يروسها بيض وتبقى تاكسي تاكسى لابي طب وعدها دي الجامد ده اللي ستلاقيس جابه اي ماشي او يقلبها مقلباصها في فيصل يقول عيس يعني تمام حردك نرجع معلش نرجع لموضوع الاقباط ولا حصك حردك انت عندك مشكلة مع المسيحين يا سلطة المسيحيين المسيحيين ده مساكنين جنبينا ماشي المسيحيين معي مع الاقباط مش مع المسيحيين لأ معلش ثانية واحدة ثانية ايه الفاذئة بين المسيحيين مثل اقباط انت مش عارف؟ لا انا مش عارف باصة هفاهمك انت مش فاهمين حاجة باس لا بز باتل او طالع وخلاص تمام ما ازرا الله اخر وابوك ماشي انت مش انت هم وانت مش ماشي ايه الفاذء بين المسيحيين والقباط هقولك القباط دول اللي هوم عادين برا فكانة كندا اللي بتاعة امريكا تمام النام مسيحيين دول اللي هوم عادسين معنا هنا في مصر إحنا كلنا واحد واسدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصونا على النصارى اللي هما بعسفين منهم بحد ثانية واحدة المسيحيين والأباط والنصارى يعني حاجة واحدة التلاتة دول حاجة واحدة المسيحين وأباط والنصارى لا أمس حاجة واحدة طيب إزاي؟ بتاع تستغني طيب معلش معلش طيب إيه اللي فرق يا حضرتك يعني اللي تحرق لهم الكنيس دول كانوا إيه مش مسيحيين؟ معهم بص ماسي ماسي قديك قلتها هو ماسي 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 عسن أنت اللي قلتها مثل أنت قلتها هو ماسي الكنيسة اللي تحرق بتاعتي مين؟ مسيحيين مسيحيين ما القهم الأقباط اللي تنزلوا ليه؟ هما ما لهم؟ طيب حضرتك بالنصارى إيه دوتهم في الموضوع؟ بالنصارى خلصوا مافيس آخر حاجة كنت بصفهم كان في المسلسل ماسي لما كانوا طالعين أسود والمسلمين رحولوا والكفرة والكفرة كان بيجروا وراهم وقالولهم لا مش هنرجع ففيلم اسمه إيه؟ فجر فجر على الهامش سيدة ماشي وعلى الهامش أيها طيب يعني حضرتك بعد إذنك آآ أنت مش شايف أن الناس دول شركاءنا في الوطن؟ طيب معلش أنت شايف أن المسيحيين أو العباط أو الزمل كوي يعني أي حد من دول شركاءنا في الوطن؟ أنا مسيحيين معانا سرقة بس إيه بقى؟ من سرقة قوي يعني هما سرقة بس هما سرقة على جنب آآ من هما سدعوا بالله بس هما مسوا الأقباط ماشي؟ عسان إحنا عندنا في المنطقة من كام يوم مسيحنا وادي من الأقباط دول مستخابة في وسط المسيحيين طب نعمل إيه علشان نليم الموضوع؟ أستنع آآ أنت أنت حويت أنا فهمتك تمام تمام أنت عارف كل الهلمة اللي بتحصل دي؟ سببها إيه؟ ماشي هتصدقني عسان أنت من جوا مسيحيين ماشي هم ماشي عسان أنتو ماشي مستو سيدنا مبارك آآ عسان سيدنا مبارك الرجل محترم ماشي كان مسك البلد دي وماشي وكان بيخاف عليها آآ عسان هو كان بيعرف ربنا ماشي؟ عسان ربنا وعسان ربنا بيحبه طب أنا ما أنتو ماشي ربنا مش بيحبوكو طب إذا رأيك في الفوضى اللي بتحصل في البلدين مافيس مافيس هو ماشي هو قالها ماشي ألف التلفزيون قبل ما يمسي قالك لانا لو الحفضة الموجود ماشي هتبقى في فوضى هتمسوني الفوضى هتيجي ماشي أهو ماشي وانتو همصدوه ماشي جبته الفضوى جبته لـ طب نعمل ايه في الفوضى دلوقتي؟ ماتعمل فأيه؟ اه انت نصح؟ انت مزاقي؟ ماشي طلع سعط الايس ويحبث الفوضى ماشي ماشي احنا هنطلعوا كده كده بس ماشي صلعوا ماشي دخلوا فوضى جوا ماشي وهو بعون ربنا هيجيبها طيب طيب خلاص احنا بنشكر المعلم زلطة جدا ونحب ان نحب ان نوضح لك ان البسحين والقابات ونصرها حاجة واحدة وان احنا اخوات في الوطن بس 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 انت كداب وعلى فكرة يعني الزمالك فتأ كويسة برضو انت كداب انت اقولك حاجة ابوكو ابوكو ما دي امي بتاع اهيه؟ ماشي احنا نشكر نشكر المعلم زلطة على حضوره وانحنا بكرة ان شاء الله حنكمل الحلقة ديت حلقة مهمة جدا اتنين اه عملوا افلام مهمة جدا علشان يقولولنا ايه اللي بيحصل في كل جمعة في كل مظاهرة في كل موضة الناس نزلت فيها وحصلت فيها مشكلة شوفكم بكرة شوفكم بكرة شوفكم بكرة شوفكم بكرة شوفكم بكرة شوفكم بمكرة